السلام عليكم و اهلا و سهلا فيكم بقناة دكتور اروة ما تنسوا تعملوا لايك للمقطع وتعملوا سبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل جديد اكيد واكيد رجعنا لكم بحديثنا كنا عم نحكي معكم دكتور اروة طبعا كنا عم نحكي عن مشاكل المفاصل والمكملات الغذائية المفيدة الهون وحكيت لكم عن forever move واركتكسي وصار وقت نحكي عن forever freedom عصير الالوفيرا صبر بنكهة البرتقال طبعا هاي لعبوة مفتوحة هنشوف كيف شكله كيف قوامه طبعا فيه له جرعة معينة لحتى انا احصل عليه طبعا اول شي لازم اعرف شو هي مكونات forever freedom ولمين انا ممكن انصح فيه ومن ممكن يستفيد منه طبعا forever freedom مكوناته البرتقال وهذا اللي ظاهر من لونه طبعا ومن طعمته وريحته وايضا من محتوياته مستخلصات سمك الربيان والسلطعون والكركانت اضافة للفيتامين سي اضافة للالوفيرا اضافة لمتيل سلفونيل متان طبعا هذا مهم جدا هذا المكون لتعزيز صحة الانسج الضامنة وايضا من مكوناته لغلوكوزامين وكيبريتات الكوندروتين هي الضرورية طبعا لصحة المفاصل هدول الاشياء المراكبين اللي حكيت عنهم موجودين بشكل طبيعي بالغضروف بالمفاصل ولكن مع تقدم العمر فبتقل شو نسبتهم وبالتالي بيبدأ الشخص بيعاني من مشاكل بالمفاصل خشونة ركب وشد والتهابات بالمفاصل طبعا هذا العصير قدرته على الإفادة مضاعفة ليش بسبب احتواءه على الألوفيرا مجرد وجود الألوفيرا فهي شو ناقل سريع للمغذيات للجسم حتى انه اسرع بسبع مرات من الماء وبالتالي انا لما اضيف الألوفيرا مع اي مكون تاني مفيد فانا عم شو عم ضاعف سرعة وصوله وامتصاصه طبعا حبي احكي لكم بشكل سريع عن مرض بيصيب الأشخاص الكبار بالسن بنسبة 50% وبيصيب كمان الشباب عمد 30 سنة ولكن نسبة 1% هو مرض الصوفان طبعا هو مرض بالمفاصل مرض مزمن بيصيب المفاصل والغضاريف بيسبب انه ألم تدريجي بالمفاصل تضخم وبيحدد ان الحركين احنا لما منعتمد بحياتنا على مكملات غذائية طبيعية ان شاء الله يراب بيكون عم نطرد هذا المرض او نقلل من حدته قدر الامكان بين قوسين مكملات فوريفر ليست ادوية وما فيها مواد كيموية او عقاقير واصلا غير مجربي على الحيوانات ليش لانها امنة ولكن بوصفها كمكمل غذائي فانا لما بعتمد بنظام حياتي على الفوريفر فريدوم مع فوريفر موف مع الارجي بلس هتكون حياتي بالنسبة لصحة المفاصل والعظام هتكون شو رائعة جدا جدا الرياضيين مهم جدا انهم يستخدموا لانه اكتر شي معرضين لمشاكل الاصابات والشد ايضا وطبعا مفيد للاشخاص الكبار بالسن فانا لما بدي اوصفوا لاشخاص الكبار بالسن هبعطيهم يا جرعة بمقدار 60 ملي مرتين ثلاث مرات باليوم او بمقدار فنجان اخدوا مرة يوميا حكينا اكون على فوريفر فريدوم حكينا على الارجي بلس وعن البلوزم هربلتي وعن كتير اشياء مفيدة لصحة الجسم نصيحتي لالكم خلوا حياتكم طبيعية نقلل قدر الامكان من الادوية اللي بناخدها نهتمد على مصادر طبيعية للاشياء اللي بيحتاجها جسمنا واهم شي انه طبعا انواضب عليه لمدة شهر ثلاثة شهور اي من المكملات الغذائية لحتى شو اتلاقوا الطريقة او اتلاقوا النتيجة اللي انتوا بتكوني اياها ان شاء الله يلا بحيشوفكم بفيديوهات جديدة انطروني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة